إلى واجهة الصورة من جديد تعود محافظة أبيان الساحلية عبر بوابة القاعدة والحرب على الإرهاب منعطف خطير تذهب إليه أبيان كل مرة وتخرج منه بأرقام مهولة من الضحايا لكنها تعود وقد فاض بها أرق السكان وحنينهم إلى الأمان في ظل واقع مكتئب وبالغ الأسى لا يختفي التنظيم الإرهابي في هذه المحافظة الموبوءة بالفقر والتطرف والبعيدة عن عيون الدولة وأجهزتها وعدسات الإعلام إلا ويعود من جديد مسجلا حضوره برسائل الموت المحمولة على شكل تفجيرات وهجمات إرهابية تندر الصور والمعلومات من مناطق المواجهات والتوتر فيؤكد مسؤولون عسكريون إمعان تنظيم القاعدة في استراتيجيته القائمة على إسلوب الاستنزاف من خلال الكمائن والعمليات الخاطفة فيما تحول القوات الحكومية بسط نفوذها على المحافظة وتأمين الخط الدولي الذي يربط عدا بمحافظة حضر موت عبر الساحل وكذا قطع خط الإمدادات بين عناصر الإرهابيين في زنجبار أبيان وحضر موت لم تمر على الأحداث هذه 24 ساعة حتى أعلنت قيادة الحزام الأمني حضر التجول في مديرية لودر من الثامنة منساء وحتى السادسة صباحا الحكومة بدورها وجهت بنفع الجاهزية الأمنية لمحاربة نشاط القاعدة في المحافظة وشددت خلال اجتماع ضم قيادات وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة وسلطة المحلية في أبيان وعدن على ضرورة وضع خطة أمنية عاجلة لمحاصرة وإجهاد بؤر الإرهاب في أبيان تجري الحرب ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد وتستمر معها المعارك في الشمال بالتزامن مع معركة الشريط الساحلي والصراع الإقليمي والدولي في باب المندب وبالتزامن تضغط القوى الدولية على ضرورة محاربة الإرهاب في اليمن كستراتيجية تحث عليها الجهود من أجل تهيئة المناخات وتقليل مفاعل العنف